حول آخر التطورات في مناطق الوسط والجنوب ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبدالله مقداد بضل أطلعنا على آخر التطورات لديك نحن ظل يعني وطيرة القصف كانت كبيرة منذ الصباح في وسط وجنوب القطاع آخرها كان في منطقة البركة حيث وصل شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع سبق هذه الغارة أيضا استهداف لمجموعة من المواطنين في منطقة المصيرات وسط القطاع السوشدة ثلاثة فلسطين وتبعها أيضا استهداف لأرض الزراعية في المنطقة الغربية من مخيم المصيرات وسط قطاع غزة بصورة عامة وطيرة الاستهدافات لا زالت مستمرة خاصة في المناطق الغربية من مخيم المصيرات والشمالية الغربية تحديدا في منطقتين الزهراء والمغرقة الثاني لا زالت تسمع فيهما أصوات الانفجارات المستمرة والمتواصلة منذ أكثر من ساعة المنطقة الجنوبية من قطاع غزة تحديدا مدينة خانونس في الشرق منها لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك تواصل عملياتها العسكرية بشكل موسع وكبير وحتى هذه اللحظة واتيرة العمليات العسكرية مستمرة ومتواصلة في هذه المناطق القصر المدفعي لم يتوقف الغربات الجوية كذلك وعمليات اطلاق النار من قبل الأليات العسكرية الإسرائيلية التي تواصل عملياتها العسكرية في أكثر من محور في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من قطاع غزة مدينة رفح أيضا تتواصل هناك العمليات العسكرية الإسرائيلية ولا زال الجيش الإسرائيلي تواجد في أكثر من محور لسيما المحور الحدودي وأيضا المناطق الغربية والشرقية والشمالية الشرقية من المدينة اليوم انتشلت أطاق من الطبية جثمان أحد الشهداء من منطقة مصبح في شمال شرق مدينة رفح وتمت عملية نقله إلى مجمع ناصر الطبي نحن نتحدث حتى هذه اللحظة منذ ساعة الصباح وحتى الآن عن الطرابة العشرين شهيدا في وسط وجنوب قطاع جراء الغارات الإسرائيلية مستمرة والمتواصلة على أكثر من منطقة في وسط وجنوب قطاع غزة